تواصل الدولة وجهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع ويأتي من ضمن هذه الجهود يأتي تطوير مصنع الدلتة للسكر بالحامول بكفر الشيخ والذي يعد أكبر مصانع إنتاج السكر من البنجر استمراراً لجهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع جاءت جهود تطوير مصنع الدلتة للسكر بالحامول بكفر الشيخ مصنع الدلتة للسكر أكبر مصانع إنتاج السكر من البنجر يتعاقد مع المزارعين لزراعة الكميات المتعاقد عليها ويقدم تسهيلات عديدة للمزارعين الدلتة للسكر هي أول مصنع لصناعة السكر من البنجر في مصر تم وضع حجر الأساس الرئيس الراحل محمد أنور السادات سنة 79 في سنة 96 تم بطاقة إنتاجية 6000 طن بنجر يوم سنة 96 تم إضافة الخط الثاني بطاقة إنتاجية 8000 طن بنجر يوم السنوات الأخيرة تم رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع لتصبح 21 ألف طن بنجر يوم بمجرد دخول البنجر المصنع يتم وزنه وأخذ عينة منه لتحليلها لتبدأ بعدها مرحلة التقطيع والتنقية حتى المخرج النهائي حسب المواصفات القياسية بنتعامل مع أهلين المزارعين بنظام زراعة التعاقدية بنتعاقد سنويا مع ما يقرب من 70 ألف مزارع لمساحة تفوق 120 ألف فدان الحمد لله الشغل المتظم نحن نشتغل يمكن ليل نهار زي ما نشاهد في المصنع وفي نفس الوقت بنلبي القطاعات كبيرة جدا خاصة بإنتاج الصناعات الغذائية اللي بيدخل في صناعتها السكر علاوة على السكر اللي بيطرح في الأسواق بشكل حر لأهلين المواطنين وينتج المصنع ثلاثة منتجات هي السكر وخام الملاث والتفل المجفف الذي يستخدم في صناعة الأعلاف بيبدوهم المهدات والشركة لمساعدة الفلاح ويديهم أحسن تجاوي والتجاوي اللي هي بتفيد الفلاح وتطلع وبتجيب إنتاجها أكثر وبيساعدونا لو فيه تجاوي متخزينة وبجالها فطرة ومش هتجيب إنتاج بالمهندسين المسكين المناطق بينبئوه للفلاح للمزارع ذات نفسه شخصيا إن هم بيعرفوه إزاي يتعامل مع البنجر عملت الحكومة على تطوير المصنع كما تمت مراجعة كافة أعمال السلامة فضلا عن افتتاح أكبر محطة معالجة مياه الصرف الصناعي لإعادة تدوير المياه موسيقى